السلام عليكم ورحمة الله موازين القوة لا تحبي أحداً لماذا؟ لأنها انعكاس حقيقي لسنن موجودة في الأرض سنن في الأرض فعلاً أي في الجغرافيا وسنن في الأنفس أي في التاريخ والمجتمعات ولذلك كثيراً ما نقع في إشكالية قراءة الواقع وقراءة موازين القوة من خلال رؤيتنا الخاصة رؤيتنا الأخلاقية، رؤيتنا الأيديولوجية، رؤيتنا الدينية ونعتقد أن هذه الرؤية أحياناً تحرفنا عن الموضوعية اللازمة لقراءة الأمور كما هي ولذلك إن قرأنا الأمور كما هي نستطيع أن نقيم الواقع نقيم قوتنا، نقيم قوة الآخرين ونتوقع أيضاً أو نتنبأ بما هي وصيرورة أي إشكالات مستقبلية خاصة فيما يتعلق بالصراع الجيوسياسي والصراع القائم ما بين الدول وما بين الأمم لذلك يأتي هنا سؤال مهم سنجيب عنه في هذه الحلقة وهو كيف نقرأ موازين القوة على الأرض؟ قراءة موضوعية حقيقية دائماً نقول ضع الخارطة أمامك لماذا؟ لأن الخارطة تصف لنا الجغرافيا والجغرافيا في كثير من الأحيان تحدد طبائع الأشياء تحدد أولاً الإمكانات تحدد كذلك نشوء وتطور المجتمعات لأن كثير من المجتمعات في الحقيقة تتأثر بالجغرافيا وكنا قد شرحنا هذا تفصيلاً ولكن أيضاً نقول بأن المسألة في الجغرافيا ليست فقط حول الموانع الطبيعية للجيوش وحركتها وإمكانات الدول الاقتصادية من معابر وأنهار وبحار ولكنها أيضاً تؤثر على نفوس الناس على طريقتهم في فهم العالم على قدرتهم الجمعية على إدارة شؤونهم ولذلك الجغرافيا في غاية الأهمية والخارطة تعبر لنا تعبيراً مهماً عن الجغرافيا ما الذي نريد أن نبحث عنه في الخارطة؟ نبحث في الخارطة عن شيئين رئيسين الأول نبحث عن خطوط الصدام وهذه نقاط اشتعال تحدث في كثير من الأحيان وتؤدي إلى الحروب وإلى النزاعات ويتم التعامل معها كمحركات للمنظومة الجيو السياسية التي تصنع موازين القوة لأن موازين القوة هذه لا تأتي هكذا إنما هي صيرورة موازين القوة تهبط وتصعد موازين القوة تتغير لذلك قراءتنا يجب أن تكون قراءة متغيرة لا تستطيع أن تقرأ موازين القوة وتقول أنا قرأتها وانتهى عشرين ثلاثين سنة هيك الدنيا ماشية لا موازين القوة تتغير لذلك نقاط الاشتعال هذه ضرورة ينبغي أن نحافظ على قراءتها دائماً وهي إنعكاس لموازين القوة الدولية ومولد كذلك لموازين قوة جديدة مثلاً على سبيل المثال نقاط الصراع الموجودة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية هذا الخط خط الصدام هو خط أيضاً مرتبط بنظام الدولي وموازين القوة الدولية والحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة نقاط الصدام الموجودة ما بين الهند وباكستان في كشمير هذه نقطة اشتعال مستمرة وموجودة وتؤثر تأثيراً كبيراً على موازين القوة لذلك قراءتها دائماً مهمة إذن هناك نقاط كثيرة في العالم تسمى بنقاط اشتعال وكثير من هذه النقاط يحتاج منا إلى مراقبة شديدة من أجل أن نصل إلى فهم وتنبؤ إلى المستقبل لكن هناك شيء آخر في الخارطة وهذا شيء أيضاً في غاية التعقيد وهو مناطق الانتقال الحضاري هناك في الخارطة وفي العالم مناطق انتقال الحضار ومناطق الانتقال هذه على خلاف نقاط الاشتعال أو نقاط الصدام أطول أمداً صراع مستمر ربما يعبر إلى أجيال وإلى قرون من الزمن نقاط الاشتعال ربما تحسن في الخضون العقود عندما يتغير النظام الدولي يتم تغير مهم في النظام الاشتعال هذه أما في المناطق لا مثلاً نضرب مثال على سبيل المثال منطقة بلقان هذه منطقة انتقال حضاري قديم ما بين ثلاث حضارات رئيسية الحضارة الأولى هي الحضارة أسلافية الأرثودوكسية ثم الحضارة أوروبا الكاثوليكية ثم طبعاً الحضارة الإسلامية تلتقي في البلقان ولذلك أبرى الأزمنة تجد أن البلقان هي المنطقة التي تشتعل كلما طرأ اختلال في المنظومة الدولية واختلال في موازن القوة تحاول كل حضارة من هذه الحضارات المتمثلة طبعاً في دول تحاول أن تتقدم لتملأ الفراغ الذي يخلفه تراجع موازن القوة للحضارات أو للدول الأخرى ولذلك البلقان نقطة هي منطقة اشتعال وليست فقط نقطة اشتعال ومرتبطة بهذا التنوع الهائل الحضاري وفي الحقيقة هذه المناطق مناطق الاشتعال لا تحسن لا تحسن ربما لا تحسن عبر قرون لماذا؟ لأنك إن أردت أن تحسنها يعني أنك ينبغي عليك أن ترتكب جينوسايد مذبحة وهذا الذي حدث عندما أراد الصرب أن يجتثوا المسلمين من البوسنة على سبيل المثال لماذا؟ هؤلاء موجودين هذه شعوب أصلية موجودة حتى تستطيع أن تحسن هذا الصراع تحتاج إلى جينوسايد أما فيما يتعلق في نقاط الاشتعال لا لا تحتاج إلى أن تقوم بجينوسايد لأنه في الغالب هذه النقاط تحسن من خلال عمليات عسكرية إذا كانت موازين القوة تسمح لهذه العمليات بحسم نقاط الاشتعال هذه ومن هنا سوف نضرب مثالا على نقاط الاشتعال بأوكرانيا وننظر إلى الخارطة لقراءة أوكرانيا قراءة جيوسياسية ومحاولة تفسير الصراع بينها وبين روسيا من ناحية والموقف الغربي منها من ناحية الأخرى الترجمة الحرفية لكلمة أوكرانيا تعني على الحافة أو على الحدود لماذا؟ لأن أوكرانيا تقع فعلا من حيث من نظرة حضارية ما بين النطاق الروسي وما بين النطاق الأوروبي وكذلك من ناحية جغرافية تقع ضمن السهل الأوروبي الكبير ما هو السهل الأوروبي الكبير؟ أوروبا عادة في حركة الجيوش من خلالها في أراضيها كانت الجيوش التي تغزو روسيا تغزوها من الجانب البولندي ثم من بعد ذلك إلى أوكرانيا لأن هناك سهول إنما في غربي أوكرانيا هناك سلسلة من الجبال وهي جبال كارباثيان مونتنز جبال كارباثية وهذه الجبال تعتبر كمصدات للجيوش فعمليات الاقتحام ينبغي أن تأتي من فتحة تعتبر سهول حركة الجيوش فيها سهلة وغزيت روسيا ثلاث مرات مرة من قبل جيوش سويدية مرة غزيت أيضا من قبل نابوليون بونابارد وكذلك من قبل هتلر دائما من هذه المنطقة هذه المنطقة تعتبر نقطة ضعف كبيرة جيوش سياسية بالنسبة لروسيا وهذا بالنسبة لروسيا يهدد أمنها القومي يهدد موجودها لأنها تعتقد أنه إن لم تغلق هذه المنطقة وتكون هذه المنطقة تحت سيطرتها فهي مفتوحة دائما لعمليات الاقتحام من قبل أوروبا هذا تاريخيا على الواقع أوكرانيا كانت دائما جزءا من كينات أخرى بمعنى أنها في القرن السابع عشر والثامن عشر كانت تنقسم إلى ثلاثة أجزاء جزء روسي تحت السيطرة الروسية وجزء تحت السيطرة العثمانية وجزء ثالث تحت سيطرة البولندية في القرن التاسع عشر انقسمت إلى جزئين جزء تحت السيطرة الروسية وجزء تحت السيطرة العثمانية ثم بعد ذلك جاء الاتحاد السوفيتي وأصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي ثم في عام 1991 استقلت وأصبحت جمهورية قائمة بذاتها إذا سمعنا خطاب بوتين الذي تحدث فيه عن أوكرانيا وحاول أن يقدم سردية تاريخية للكيان المسمى بأوكرانيا أراد أن يقول أن أوكرانيا هي جزء وامتداد طبيعي وديمغرافي وحتى روحي لروسيا لأن هذه الدولة هذا الكيان السياسي كيان حديث كيان تشكل في عام 1991 إنما قبل ذلك كان جزءا عضويا متصلا بالمجال الحيوي الروسي وهو في الحقيقة كذلك يعني عندما تقرأ على سبيل المثال روايات تولستوي وديستوفيسكي وهذه روايات كتبت في القرن التاسع عشر تتكلم هذه الروايات عن أشخاص يتنقلون ما بين سانت بوتروسبرغ وخاركيف أو ما بين موسكو وكييف تنقلا طبيعيا كأنك تتكلم عن دولة وكيان واحد الشيء المهم جدا هنا أنه منذ عام 1991 حاول الغرب أن يستفيد من أوكرانيا بأن يشاغل روسيا أو أن يخلق منطقة عازلة مع روسيا فبالنسبة له أوكرانيا وكذلك جورجيا أصبحتا المكان الذي يشاغلون فيه الروس روسيا محاولين أن يمنعوا روسيا من العودة إلى القوة الإمبراطورية السابقة المتمثلة فيما قبل الاتحاد السوفيتي أو القوة السوفيتية التي كانت أوكرانيا وجورجيا وكذلك كثير من دول أوروبا الشرقية جزءا منها ومن هنا برأي أن الغرب دائما كان ينظر إلى الخارطة ويقول أوكرانيا هذه ينبغي أن تبقى معلقة بوهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو من دون فعلا أن يتم ذلك الانضمام حتى تبقى روسيا في حالة تحفز بينما نضم بقية جمهوريات السوفيتي السابقة وتصبح جزءا من الناتو ولذلك لم تسارع الدول الغربية إلى ضم أوكرانيا لأنها تعرف حساسية هذا الموقف بالنسبة لها وإن كانت تستخدم دائما كشماعة لكي تخيف فيه روسيا وتحاول أيضا أن تجتذب فيه النخبة الأوكرانية باتجاهها هناك مشكلة أحيانا لدى النخب بعض النخب لا تفهم العناصر الجيوسياسية الحقيقية للدولة التي يعيشون به ويتعلقون بشعارات هذا احنا عشنا في العالم العربي كان لدينا نخب تعلمت في الغرب ثم عادت بمجموعة من المفاهيم حاولت أن تزرعها خلافا للوعي الجمعي وفشلت في ذلك وأفشلت كذلك نمو دولنا وجعلت منها كيانات حقيقة لهوية لها وفي كثير من الأحيان فاشلة فيما يتعلق بجورجيا وأوكرانيا النخب التي حكمت بعد الاتحاد السوفيتي كان تأثير الغرب عليها كبيرا الرؤية الليبرالية للأمور معظمهم جاءوا بالمناسبة تعلموا في دول غربية وجاءوا إلى هذه الدول لم يفهموا أن الجيو بولوتكس في هذه الدول يحتم عليها أن تبقى على الأقل على الحياة إن لم يكن قريبة من المجال الروسي وأرادوا أن يصنعوا حالة من التغريب ومن القرب للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائه الغربيين ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا والأخطر من ذلك سياسيا وجيو سياسيا هنا استفزت روسيا روسيا كانت ضعيفة أنتم تذكروا روسيا أيام يلتسن الذي في خلال سنوات حكمه أصبحت روسيا في الحقيقة دولة هزيلة ضعيفة بيعت قطعة قطعة وبيعت منشاءاتها وأسلحتها وكثير من ممتلكاتها مما أشعر الناس بالإهانة لما جاء بوتين حاول أن يستعيد عافية الدولة ولكن أيضاً بالسنوات الأولى كان يعرف أن الدولة ضعيفة في تلك الأثناء كانت جورجيا تحاول الاقتراب من الغرب طبعاً كان في ذلك الوقت كان في عندنا ساكاشفيلي الرئيس الميخايل شاكاسويلي الذي كان قد تخرج من جماعة جورج واشنطن عاد إلى جورجيا وبدأ يتقرب إلى الغرب ووقع اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم بدأ يحاول تأسيس نطاق جديد لجمهوريات كانت جزءاً من الفضاء الروسي واليوم تقف كمحاولة لصد روسيا عن الاتجاه نحو الغرب من بينها جورجيا وكذلك أوكرانيا وملدوفا وأذربيجان هذه الاتفاقية الرباعية التي تمت بمباركة أمريكية وبدأ من أمريكي في عام 2005 أثارت حفيظة روسيا التي بدأت تنظر إلى هذا الواقع مصحوباً بضم الناتو لعدد كبير من الدول على حدود أوكرانيا أصبحت تنظر إلى ذلك كتهديد وجودي هنا انتبه إذا نظرت أيّة دولة إلى شيء ما كتهديد وجودي فإنها تطاعها في قمة أولوياتها هذا يعتبر بالنسبة للدول مسألة حياة أو موت وعندما تعتبر الدولة قضية ما مسألة حياة أو موت لن تنظر إلى أيّة أولويات أخرى كالاقتصاد كالخسائر البشرية كالخسائر المتعلقة بالسمعة المتعلقة بالإعلام كل ذلك يأتي في مرحلة لاحقة للتهديد الوجودي الذي تحاول الدول فيه أن تصد أمراً تظن أنه سوف يضعفها ينهكها ينهي وجودها أو يقتلع شوكتها ولذلك روسيا من عام 2005 و2004 بدأت تفكر بأنه لابد لها من استعادة عافيتها في مجالها الحيوي لم يفهم ساكاشفيلي سياسة استراتيجية حقيقية لأنه كان بالمناسبة كان متكلم لبق للغة الإنجليزية وكان يبهر المستمعين الغربيين بظهوره الكثير على السيان أن وأحاديثه الرائع عن الديمقراطية والحرية والتخلص من تراث السوفيتي والديكتاتورية التي لاحقت ذلك لكن هو لم يفهم أنه يلعب في الملعب الخطأ وأنه يستخدم الأدوات التي سوف تؤدي إلى زواله في الحقيقة روسيا في عام 2008 اقتحمت في 8-8-2008 شمال جورجيا وسيطرت على أبخازيا وعلى جنوب أوسيتيا هاتاني قاطعة كانت ذات أغلبية روسية وطبعاً كانت هذه الذريعة المناسبة لدخول روسيا وقفت الدبابات على مقربة كيلومترات بسيطة من تبليس عاصمة جورجيا ولم ينقذ ساكشفيلي في ذلك اليوم إلا ساركوزي الذي ذهب إلى الكريملين وطلب من بوتين أن يعفو عن ساكشفيلي مقابل التزام ساكشفيلي بقواعد اللعبة بشكل جديد طبعاً بعد ذلك هزم في الانتخابات وخرج في عام 2013 وذهب لاجئاً إلى أوكرانيا وبدأ يعمل في أوكرانيا أيضاً نفس اللعبة وأدى ذلك في عام 2018 أن طرد من أوكرانيا عندما قاد مظاهرات في أوكرانيا ضد الحكومة الأوكرانية مطالباً برؤية لبرالي غربية للأمور أي أنه لم يتعلم الدرس إذن محاولات الغرب على وضع حدود ومناطق عازلة أمام روسيا مستمرة وفي الحقيقة هناك مبادرة جديرة بالاهتمام تسمى بمبادرة البحار الثلاثة البحر الإذرياتيكي، بحر البلطيق، والبحر الأسود الدول الواقع في هذا المثلث تضم 12 دولة هذه الدول كانت جزءاً من الفضاء السوفيت السابق الولايات المتحدة الأمريكية دعمت مبادرة تسمى بمبادرة البحار الثلاثة من أجل تأسيس بناء تحتية اقتصادية خاصة فيما تعلق بالطاقة والاتصالات تربط هذه الكتلة بأوروبا الغربية لأن المفكرين الاستراتيجيين وجدوا أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا تزال دول أوروبا الشرقية متصلة بروسيا ومعتمدة عليها في كثير من المناحي مثل الطاقة وخلافه ولذلك أرادوا أن يؤسسوا هذه المبادرة ورأوا أن هذه المبادرة ستقلقوا واقعاً جيوسياسياً جديداً يعزل روسيا ويضع عمامها ما يسبه الستارة الحديدية العازلة للنفوذ الروسي نحو أوروبا الغربية هنا نعود مرة ثانية إلى أوكرانيا أوكرانيا في الحقيقة هي امتداد ثقافي وحضاري لروسيا وهي جزء لا يتجزأ من الوعي التراكمي للأمة الروسية وللشعب السلافي أولاً من ناحية إثنية ليست هناك فوارق من ناحية لغوية عدد كبير من سكان أوكرانيا يتكلمون اللغة الروسية لا سيما في الشرق لأن أوكرانيا في الحقيقة ثقافياً مقسمة إلى ثلاثة أقسام الشرق في غالبه يتكلموا اللغة الروسية الغرب في غالبه يتكلموا اللغة الأوكرانية والوسط مقسم بين هذا وذاك إذا نظرنا إلى الخريطة نجد أن التقسيم الموجود هو في الحقيقة ليس عرقي معنى أنه هم شعوب إسلافية يتفقون الروس والأوكرانيين لكن لغوياً وثقافياً هذا الذي يحدث في أوكرانيا وبالتالي روسيا ليست غريبة عن أوكرانيا كما أن أوكرانيا ليس لديها الشعور الذاتي بهوية منفصلة تشكلت عبر آلاف السنين أو مئات السنين عبر كيان سياسي أو دولة هناك فرق بين الهوية الثقافية وهناك فرق بين أن تتحول الهوية الثقافية إلى كيان سياسي متماسك وقوي الدولة الأوكرانية دولة حديثة وبالتالي روسيا دائماً تنظر لها كعمق استراتيجي وكامتداد طبيعي لها من هنا حاولت الدول الغربية أن تبقي أوكرانيا معلقة بوهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى الناتو وللأسف لم تستطع القيادة الأوكرانية التي جاءت بعد عام 2014 اللي هي اللحظة الفاصلة التي حدثت فيها الثورة الشعبية في الميدان في كييف ضد النظام الذي كان يوالي موسكو وحاولت أن تأتي بثقافة غربية وانتماء غربي وارتماء في أحضان أوروبا هذه اللحظة عام 2014 أشعلت مرة ثالية كل الخطوط الحمر في الذهن الاستراتيجي الروسي وبدأت تشعر روسيا أن أوكرانيا تخرج عن سيطرتها ومن هنا بدأت تفكر في كيفية إخضاع أوكرانيا لمجالها الحيوي ولنطاقها الاستراتيجي فبدأت في منطقة شرقي الشرق مرة ثانية الأقلية تلعب دور كبير جدا الأقلية الروسية ناطقة بالروسية في شرقي أوكرانيا وهم أوكران طبعا هم يحملون الجنسية الأوكرانية هؤلاء كانوا هم المدخل الحقيقي لبوتين إلى شرقي أوكرانيا ثم بعد ذلك جاءت اتفاقيات منسك التي أسست لفكرة خصوصية هذه المنطقة وحكم ذاتي خاص بها منعا لأوكرانيا المركزية مركز في كيف من أن تهاجمها ثم تحولت بعد ذلك كما رأينا إلى حجة للغزو ولدخول روسيا إلى داخل أوكرانيا إذن الخارطة تنبئنا بالكثير لو أن أوكرانيا على سبيل المثال كانت محاطة بالجبال من كل ناحية لا تغير وضعها الجيو السياسي ولا أصبحت بشكل تام ملحقة بروسيا منذ القدم وانتهى هذا الموضوع لكن حالة الانفتاح هذه الجغرافية على بولندا ثم من بولندا على أوروبا يمكن هو الذي جعل من أوكرانيا حالة انتقال لأن أوكرانيا في بعض الاحيان غربها يطمح أن يكون غربيا أي مع الغرب وشرقها جزء لا يتجزأ من روسيا وبالتالي تبقى هي منطقة صراع ومنطقة توتر وإذا استطاعت روسيا أن تحكم السيطرة على أوكرانيا فإنها قد أعادت بناء تخيلها لكيانها الاستراتيجي المتماسك الذي يضم بالإضافة إلى روسيا يضم أوكرانيا وبيلاروسيا وهكذا تقف على الحدود الحقيقية مع الغرب اللي هي بولندا والتي كانت في كثير من ناحية نقاط صدام طبعا عبر الحروب السابقة ولكن هنا تستطيع روسيا أن تنظر إلى نفسها مرة ثانية وتقول أنا دولة واحدة متماسكة قادرة على الحماية نفسي من أي غزو خارجي ثم تطالب بأن ترتقي بموازين قوتها وأن ترتقي بدورها بما يوائم موازين قوتها باتجاه الجلوس وجها إلى وجه ورأسا مقابل رأس مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين ومع الأقطاب الدولية من هنا أقول مرة أخرى بأن أوكرانيا استخدمت استخدمت من قبل الغرب الذي تخلى عنها في لحظة الشدة ولذلك عندما ننظر إلى تصريحات الرئيس الأوكراني سيلنزكي فلاديمير سيلنزكي الذي بدأ يتكلم عن أنه اتصل بقادة أوروبا جميعا وقال لهم هل ستضمون إلى الناتو أم لا؟ قال كلهم جبنوا ولم يردوا علي بأي رد إيجابي طبعا هذا شيء طبيعي لأن موازين القوة ليست مبنية على العلاقات الإنسانية ليست مبنية على الوعود في الغرف المغلقة ليست مبنية على معايير إنسانية أو معايير أخلاقية هي مبنية على موازين قوة صلبة أحيانا متوحشة أحيانا جافة لدرجة ليس فيها من الأخلاق شيء وليس فيها من الوفاء بالوعد شيء الأرض هي التي تحدد الجغرافيا والتاريخ والمصالح والموازين هي التي تحدد تصرفات القادة في النظم الناضجة صحيح أن خطابهم دائما أمام الكاميرات ذو طبيعة أخلاقية صحيح أنك ستتباكى على الضحايا من البشر صحيح أنك سوف تتحدث عن قيم الحرية والديمقراطية وتقرير المصير لكن عندما يأتي الأمر إلى الفعل وليس إلى القول ستنظر إلى الخارطة وستقرر ما الذي ينبغي فعله وما الذي ينبغي ألا يفعله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة